السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمل هدية لكل مكروب ومهموم تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشف مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين مفيش إنسان في الدنيا عايش بن غير كرب لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان في هذه الدنيا في اختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل فالإنسان في النهاية يعلم أنه لا راحة إلا في الجنة قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة وسع يا إمام متى الراحة أن ارتح إمتى قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة لكن عزاء الإنسان أن الله عز وجل لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا فالله لا يبتلي إلا من يحب قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح بل إن المولى عز وجل يبتلي العبد ليغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب لا مرض ولا تعب ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه بل إن المولى عز وجل يبتلي العبد ليرفع درجته في الجنة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن قال إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها ما شاء الله فالإنسان في النهاية لابد أن يعلم أن الله عز وجل لن يستفيد شيئا منهم منا وكلوبنا وابتلاءاتنا قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ولازم نكون على يقين من أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وأنه أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع فتعالوا بقى نشوف مثلا أنه مهما ضاقت الأمور ومهما ضاقت الأحوال ومهما ازداد الكرب والهم فالفرج قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى ولبد أن نعلم أن أشد الناس بلاء على وجه الأرض هم من؟ هم الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة تعالوا نشوف نمازج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف فرج الله كربهم بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه مش هول سنتين ولا عشة ولا عشرين ولا مية تسعمية وخمسين سنة دعوة وعذاب شديد في مجابهة هؤلاء الكفار ثم يأتيه الأمر من المولى عز جل خلاص محدش هيؤمن بعد كده يعني بعد التمانين اللي أمنه ذلت محدش هيؤمن تاني فيأمره بسرع السفينة التي سينجو عليها ومن معه من المؤمنين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوميه ساخروا منه إلى غير ذلك عيازا بالله ثم يأتيه الفرج سبحان الله قال يا رب إني مغلوب فانتصر تمام يا رب أنا مغلوب فانتصر ما قالش فانصرني لأن يا رب أنا مش عايز النصر لي أنا عايز النصر للدين يعني فانتصر لدينك يا رب الله أكبر فجاءت الإجابة في التو واللحظة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قد قدر قدرناه وفصلناه وحملناه وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني على تلك السفينة ألواح خشب ودسر ليه المصامير وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا ودي المعجزة بقى لأن هي السفينة كانت تجري في موج كالجبال الموجة كبتوصل لطرف الجبل ولذلك ابن سيدنا نوح كان كافرا فلما سيدنا نوح نادى عليه قال له لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر لا إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين الموجة طلعت جابته من كمة الجبل وغرأته سبحان الله ففي هذه الأمواك كيف تسير السفينة والموجة أد الجبل لكنها بقول المولى عز جل تجري بأعيننا بحفظنا ورعايتنا فكانت النجاة لتلك السفينة واستوت على جبل الجودي ووصلوا سالمين غانمين بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم دعا قومه فأبى أكثرهم وبعد ذلك قرروا أن يلقوه في النار فأنجاه الله من النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأن لو النار كانت بردا ممكن سيدنا إبراهيم يموت أيضا لكنها كانت بردا وسلاما وأنتم تعلمون أن يوم القيامة عذاب النار هيبقى نوعين عذاب نار وعذاب زمهرير عذاب النار أي عذاب النار والعكس بقى عذاب بالتلج عذاب بالبرد عذاب الزمهرير أيازا بالله فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام الذي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية الحقيقية مرتين كان جسده يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرك والمغرب له ستمائة جناح قالب قرى قوملوت الخمسة قرى سدوم قالبها بجناح واحد من ستمائة جناح شو بقى قوة سيدنا جبريل فجيل سيدنا إبراهيم بقول له ألك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا في رواية ضعيفة بتقول له وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤاله دي رواية ضعيفة إنما الرواية الصحيحة قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل جاء الأمر في اللحظة قلنا يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا موسى عليه السلام دعا فرعون وقومه فأبى فرعون فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أنه يأخذ بني إسرائيل ويخرجهم من أرض مصر إلى الأرض المقدسة في فلسطين المباركة فما كان من فرعون إلا أنه علم بذلك فخرج هو وجنوده يتبع موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل يريد أن يقتلهم وصلوا إلى شاطئ البحر بقى البحر قدامهم وفرعون وجنوده من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون بالتوكيدين بالنون المشددة ولا بالتوكيد إنا لمدركون قال موسى عليه السلام قال كلا إنا معي ربي ساهدين قبل ما ينتقل نون بتاعت ساهدين جاءت فائل فرج والسرعة فائل فرج سبحان الله فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطودة العظيم تخيلوا حضراتكم حتة عصايا العصايا دي ماذا تصنع في بحر يعني بحر عظيم وكبير جدا ماذا تصنع العصايا ولا حاجة وهو ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يفلق البحر نصفين دون أن يضرب موسى بعصاه في البحر لكن بيعلمنا أن نأخذ بالأسباب ويعلمنا أيضا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى كلنا يا موسى فأوحينا إلى موسى فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق البحر تفلق نصين جبل من الموجع على يمين وجبل من الموجع أو من الماء على الشمال وبينهم طريق يابس لا فيه طمي ولا فيه رمل ولا بص طريق كأنه متسفلت عشان يقدروا يمشوا سبحان الله في نفس اللحظة فعد موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل عدوا النحية التانية فدخل خلفهم فرعون وجنوده فلما توسطوا في وسط البحر تمام أمر الله الماء أن ينطبق عليه انفغرقوا جميعا فأصحاب سيدنا موسى خايفين لأن فرعون يعني عذبهم عذابا شديدا واستعملهم في أخص الصناع حينما كانوا يعيشون في مصر حبوا يتطمنوا أن فرعون مات فسألوا موسى عليه السلام أن يطلب من ربه عز وجل أن يأمر البحر يعني قالوا له يا سيدنا يا موسى عليه السلام يعني اسأل ربك عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لنا جسد فرعون عايزين نطمن أنه ومات فما كان من نوسى عليه السلام إلا أن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأمر الله البحر وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى فأمر البحر فلفز الجسد فرعون قال جل وعلا فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله أكبر ده كلام ده مين لفرعون يعني اليوم هننجيك بس مش بيروحك وبدنك لا بالبدن بس بعدما موت لتكون لمن خلفك مش حولك لو لمن حولك يبقى بني باسرائيل بس هم اللي يشوفوه وبعد كده الجسد يتحلل لا أمر المولى عز وجل ذلك الجسد أن لا يتحلل وأن يبقى محفوظا إلى يوم القيامة عشان الأمم كلها تشوفه وتعتبر ولذا فجسد فرعون موجود حتى هذه اللحظة في المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام أراد اليهود أن يقتلوه فنجاه الله عز وجل وألقى شبهه على شاب من آخر فقتل هو مكان سيدنا عيسى وهي سيدنا عيسى رفع إلى السماء وهو ما زال حيا إلى تلك اللحظة وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى بفضل الله سبحانه وتعالى فنجاه الله من اليهود وهم خلاص دخلين على الباب يريدون قتل سيدنا عيسى فأنجاه الله بتلك الطريقة العجيبة ألقى شبهه على شاب تمام ثم رفع هو من روزلة من فتحة في البيت إلى السماء بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب ظل في البلاء 18 سنة في البلاء والمرض ولا حول ولا قوة إلا بالله كان يستحي أن يسأل ربه الشفاء تخيلوا حضراتكم لحد ما فيهم من الأيام اتنين من قريبه وهم معديين من جنبه واحد منهم قال ما أرى أن أيوب قد ابتلي بهذا البلاء إلا لذنب أحدثه فيما بينه وبين ربي فسيدنا أيوب اشتد عليه هذه الكلمة إزاي يظنوا أن أنا أزنبت فيما بيني وبين ربي تمام فسأل الله عز وجل الشفاء ولكن بأسلوب في قمة الأدب والرقة والجمال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ما قالش هبشني الضر ما قالش دمرني الضر ما قالش يقست من حياتي إنما قال مسني مس يعني يا ربي كل اللي حصل لي في الثمنتاشر سنة ده ده مجرد كده طبطب من الضر سبحان الله يعني كأنه بيقول يا ربي يعني الضر اللي جاني منك يا رب العالمين وقدرته علي كان يعني يعني أحب إلي من كل شيء لكن مش قادر استحمل كلام الناس علي إنما يظن أن أنا فعل بي هذا بسبب الذنب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ما قالش فاشفني استحيا قال وأنت أرحم الراحمين فجاءت فاء التعقيب والسرعة وفاء الفرج فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين طب كيف تم الشفاء قال له جل وعلا أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أمر المولى عز وجل الملائكة فأنبعت عينا تحت رجل سيدنا أيوب عليه السلام فربنا أمره قال له أرقد برجلك اضرب برجلك كده في المياه هذا مغتسل بارد وشراب اشرب من مياه دي واغتسل بها يأتي الشفاء من عند الله سبحانه تعالى فكان الفرج وكان الشفاء بفضل الله سبحانه تعالى فأبشره يا أحبابي مهما طال البلاء ومهما عظم الكرب فالفرج قريب لأن الله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع فرج الله همومكم وكروبكم ووسع أرزاقكم وقضى ديونكم وزوج أولادكم وبناتكم وشفى مرضاكم ورحم موتاكم وجمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته